السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي نموذج أسئلة رياضيات للصف الثاني المتوسط الامتحان نصف السنة نهاية الكورس الأول اليوم امتحنوا بيها طالباتي وحبيت أن أنشرها لكم حتى تستفادون من عندها اللي ما ممتحن رياضيات رياضيات ثاني المتوسط يلا عيني ملاحظة الإجابة عن خمسة أسئلة كل سؤال عشر درجات ست أسئلة وترك سؤال سؤال الأول حل المتباينة في آر باستعمال الخواص ومثل الحل على مستقيم الأعداد مطيني خمسة وإكس ناقص واحد أصغر أو يساوم من ثمانية ناقص جذر التكعيبين سالب ثمانية يلا يوم خلينا نحل ونشرح سؤال سؤال حتى تفتهمون يلا يوم يلا زين يلا عيني هسه مطيني خمسة رأسا ندخل الخمسة على القوس خمسة فيه أكس خمسة أكس ناقص خمسة فيه واحد خمسة أصغر أو يساوي أنزل لثمانية ناقص الجذر التكعيبي للسالب الثمانية اللي هي سالب الثنين لأن جاية من الثنين في الثنين في الثنين هذه أول خطوة ثاني خطوة ش أسوي أقول خمسة أكس ناقص خمسة أصغر أو يساوي من ثمانية سالب بالسالب موجب الثنين هذه ثاني خطوة ثالث خطوة ناخذ النظيرة الجمعية سالب خمسة اللي هي وموجب خمسة للطرفين أقول خمسة أكس ناقص خمسة زائد خمسة أصغر أو يساوي من ثمانية زائد اثنين زائد خمسة يعني هذه الطريقة الثالثة هساش أسوي السالم خمسة ويا الخمسة يروحا أقول خمسة اكس أصغر من الثمانية زائد اثنين عشرة وخمسة خمسة عش أقسم على اليمن على معامل اكس اللي هي خمسة هذه راحت وهذه بها وحدة وهذه بها ثلاثة اش أقول اكس أصغر أو يساوي من ثلاثة يقول مثلي الحال على مستقيم الأعداد هنا الصفر ها عيني الثلاثة واحد اثنين ثلاثة إذن هذه خطوة الثلاثة فهذا شنو متجهي المن من ناهيتي إلى هذا السؤال الأول زين ناخذ السؤال الثاني يلا عيني خلينا نشوف شنو السؤال الثاني حل المتباينة سؤال الثاني ألف جد ناتج جمع المقدار الجبري الآتي 20x تربيع y تربيع زائد 1 على نص زت تكعيب y تربيع زائد خمسة 20x تربيع y تربيع زائد 3 على 2 زت تكعيب y تربيع زائد الأعداد المشابهة ش أسوي لها الأعداد المشابهة أجمحهم يعني كل من ببحيدة يعني مثلا شنو شوفوا عيني شوفوا قليبي 20x تربيع وهذه وي ببحيتين يعني شا أقول أقول 20x تربيع y تربيع زائد 20x تربيع y تربيع وحيتين بقوس يعني هذا العشرين وي هذا العشرين خليتين بقوس شا سوي انه زائد 1 هذا الزت ويه الزت هم ببحيتين نفتح قوس 1 على 2 زت تكعيب و و تربيع زائد 3 على 2 زت تكعيب و تربيع زائد شبقة عدي 10 لحظة ها زائد وهنا جدت 5 وهنا 10 هسه هذا سويت القوس سويته خليت 20x ويهل هذا وهذا خليت ويهل هذا شبقة عدي 5 ويهل 10 نفتح قوس أقول 5 زائد 10 و 6 القوس زين نجمة 20 و 20 40 هذا 2 نزلا x تربيع y تربيع زائد 1 على 2 وهنا هنا 2 1 على 3 يعني 1 زائد 3 4 طبعا هاي بيها اختصار وهاي بيها 2 شنقول زت تكعيب y تربيع هذي خلصنا زائد x تربيع y تربيع زائد هاي 2 على 1 2 زت تكعيب y تربيع زائد 15 وانتهي الحل اذا جاكم هيد سؤال حلوه يجب هاي طريقة يلا خلينا شوية نستعجل لأن الفيديو ماريد طويل 6 أسئلة وبيها ألف وباء وحتى سؤال بها الرابع نقاط يعني يلا وين وصلنا خلصنا السؤال الأول وخلصنا سؤال الثاني ألف باء يقول استعمل ترتيب العمليات لتحسب ما يأتي اثنيا سالب أربعة ناقص سالب ستة صفر الصفر ناقص الخمسة سالب واحد يلا عيني هنا قاني حالته هسا ش أسوي عدي اثنيا والسالب مالله زين يلا عيني شوية اي يلا اثنيا والسالب أربعة احنا دائما اذا ال 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 قصدي ايه الاس سالب نحوله الى كسر يعني مثلا اقول واحد على اثنيا اس أربعة ناقص ها عيني ناقص سالب ستة اس صفر سالب ستة طبعا هذا السالب بالسالب نخليه موجب اي موجب وستة اس صفر واحد كل اساس صفر واحد سالب وهنا خمسة والسالب واحد هم اقول واحد على خمسة والواحد ما لقي ما كتبه يساوي حلو هاي الخطوة واحد اثنين اس أربعة يعني واحد على ستة عش يعني اربع مرات اثنين زائد واحد ناقص واحد على خمسة يساوي هنا نحن هنا نبدي 16 ويا الخمسة هذا مقام واحد توحيد المقامات 16 فيه خمسة 80 80 قسم على 16 بها خمسة نضرب 5 فيه 1 خمسة طبعا نفس المرشحات اللي جيبتها 18 كم 1 بها 80 80 فيه 80 ناقص 80 كم 5 بها 16 16 في 1 16 يلا حياتي يساوينا 5 زاد 80 85 ناقص 16 69 60 على 80 خلاص الحل يلا عيني السؤال الثالث خلينا أقرأ السؤال الثالث شي قل لي خلصت السؤال الأول والثاني السؤال الثالث يجب عن فرعين فقط لكل فرع خمس درجات يقول لحل المعادلة الآتية مطلق الواي زائد 9 يساوينا 5 يلا يوم هذه واي زائد 9 يساوينا 5 أوخر المطلق يساوينا 5 أقول واي يساوينا 5 والتسعة لما أنقلها للطرفية موجة بيصير سالب يساوينا إشارتي الكبير واطرح سالب 4 خلاص لحظة شا أقول أقول أما واي شا نقول أما واي يعني شا أقول يساوينا سالب 5 أو ناقص 9 واي يساوينا سالب 14 إذن مجموعة الحلول اللي هي سالب 4 وسالب 14 أخذتها سالب 4 يعني أخذتها واي يساوينا مرة موجب ومرة سالب شي يقول لي هو شي يريد يقول حل المعادلة الآتية زي فرعباء سؤال الثالث فرعباء سؤال الثالث فرعباء بسط وكتب الناتج بوصف قوة واحدة 13 سالب 4 في أكس هاي سالب 13 أس 3 أكس 13 أس 6 يلا عيني شلون حلها هنا عدي شون أحلها شوفوا مامتي عدي تلافتهم بالشابهات الأساس 13 13 13 13 سأسوي سنزل سالب 13 معيني سالب 13 الأس مالتين يعني أخذين مرة وحدة سالب 4 زائد 3 زائد 6 هذا النجمع الأسئلة الأس مالتين يساوي سالب 13 سالب 4 زائد 5 سالب 1 زائد 6 شارطي الكبير وأطرح دعنا أكتبها سالب 1 زائد 6 ويساوي سالب 13 سالب 13 إشارة الكبير وأطرح 6 ناقص 1 بها 5 هذا الحل خلاص الحل يلا يوم خنشوف شنو بعد عدي يا الله وين وصلنا خلاص جيم حدد إذا كان المثلث الذي أضلاع 4 سنتيمتر 7 سنتيمتر 5 سنتيمتر هو مثلث قائم الزاوية يلا عني هناك كتبته يلا يابه يلا عمري يلا إش أسوي أربعة أقول 4 تربيحة 4 في 4 16 7 تربيحة 7 في 7 49 5 تربيحة 5 في 5 25 ربعة الأربعة والسبعة والخمسة إش راح أسوي أقول ها هو المرة طلعنا 49 يساوي 16 زيدة من 25 49 نزلت 16 زاد 25 49 يساوي 16 25 41 49 يساوي 41 أقول لا يساوي إذن المثلث شنو المثلث غير قائم الزاوية هذا هيت الحل ورشحت هذا يلا أمي المثلث غير قائم الزاوية زيد شبعد عندي سؤال الرابع ألف جد ناتج ما يأتي لثلاثة فقط أولا جد الجذرين التربيعين الموجب والسالب للعدد 9 على 25 يلا حياتي يلا جذرين التربيعي يريد 9 على سالب 25 عيني أي يلا هسا شنو جذرين التربيعين يعني شا أقول أقول 9 على 25 يساوي نجذر 9 على 25 لأنه يريد جذرين التربيعين يساوي جذر 9 جذر 3 جذر 25 5 شا أقول 3 على 5 في 3 على 5 يساوي 9 على 25 زين نأخذ مرة موجب أخذت هذا المرة موجب هسا رح أخذ السالب أقول سالب جذر 9 على 25 يساوي سالب 3 على 5 أقول سالب 3 على 5 في سالب 3 على 5 يساوي السالب بالسالب موجب 3 في 3 9 5 في 5 25 زين خلصت أول وحدة ثانيا أكتب العدد بالصورة العلمية مطيني 0 0 25 يلا هذا شون رح أحله هسا أقول هاي 2 0 5 في 10 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 من جهة اليسار في عشرة على أساس جد واحد ثلاثة أربعة على أساس أربعة من جهة اليسار سالب لكن أحذف السالب يعني أحذف الصفر ويل فارزة صارت اثنين بوينت خمسة في عشرة والسالب الثلاثة يلا عيني ثلاثة صنف العدد من حيث كونه نسبي أو غير نسبي أو غير حقيقي صفر على جذر اثنين هذا أقول علي حقيقي نسبي حقيقي نسبي إذن شن الحل مالته هذا حتى كتب تاني أقول علي حقيقي نسبي بس هي تشي زي جدي أربعة جدي النظير الضربي للعدد سالب اثنين وثلاثين على خمسة يلا عيني النظير الضربي للعدد سالب اثنين وثلاثين على خمسة شا أقول أقول سالب اثنين وثلاثين على خمسة في أقلبه نظير ضربي خمسة على سالب اثنين وثلاثين ويساوينا اش قد واحد هاي بها واحد يساوينا واحد اقول النظير الضربي الضربي للعدد سالب 32 على خمسة هو خمسة نظير الضربي لسالب 32 على خمسة هو خمسة على سالب 32 هاييني ان شاء الله افتهمتو يلا حياتي سؤال الرابع حل المعادلة التالية باستعمال خاصية الضرب الصفري واي ناقص 4 واي زاء 7 صفر هاي كلش بسيط شنو هنا شن راح اسوي اقول اما واي ناقص 4 يساوينا صفر هو قايل بخاصية الضرب الصفري واي يساوينا هو سالب يصير موجب 4 او قوس الثاني واي زاء السبعة يساوينا صفر واي يساوينا سالب سبعة طلعت الواي يساوينا 4 سالب سبعة السالب يصير موجب موجب يصير سالب زيان يلا حيني السؤال الخامس الف جد ناتج الضرب لأفق المقدار الجبري 3X ناقص 2 و4X زائد 1 ضرب يلا عيني يا الله حنضرب 3X ويال 4X ندخلها مرة بالقوس ومرة هذا بالقوس 3X في 4X 12X تربيع زائد 3X في 1 3X خلصت 3X ضربت بالقوس سالب 2 في 4 سالب ينزل 2 في 4 8X سالب الموجب سالب 2 في 1 2 هسا اش اسوي نجمع الأكسات 12X تربيع تنزل ناقص 8 ناقص 3 5X ناقص 2 خلص الحل يلا عيني هذا خلص شنوه الحل هسا اش اسوي شا عندي بعد يلا سؤال الخامس با بس تتجوم للعددية التالية باستعمال باستعمال تنسيب المقام يعني شنو تنسيب المقام هذا نضربه بواحد يعني بالمرافق يسموه يلا عيني هسا شاقول جذر 7 ناقص اثنيا على جذر 3 في 1 هسا شاقول جذر 7 ناقص اثنيا على جذر 3 في جذر 3 على جذر 3 يساوي نضرب خاذب هذا وخاذب هذا جذر 3 في 7 جذر 21 ناقص اثنيا انزلها على جذر 3 في جذر 3 3 بس هذا هي تحل شا بعد لي بعد لي السؤال السادس يقول مثل الزوجين المرتب شوية خلنا شوف ايه هسا واضح مثل الزوجين المرتبين 1 وصفر عيني أو في 1 وصفر و4 و4 في المستوى الاحداثي ثم جد المسافة بينهما يلا يلا عيني يلا عيني يلا عيني هسا اش يسوي هنا شي يقول مطيني الاقواس 1 وصفر والقوس الثاني 4 و4 اش اسوي يريد بالمستوى الاحداثي ثم تجد المسافة يعني اقول ايه يساوي 4 وبي يساوي لحظة هي 1 وصفر و4 و4 ايه بي يساوي نقول 1 و4 لا لحظة دقيقة احنا رأسنا شنسوي خلنا سوي نقول سي تربيع يساوي اي تربيع زائد بي يلا هاني هسا اش يسوي راح يريد مستوى الاحداثي راح نمثله على خط مستقيم على المستوى الاحداثي هنا عدي اش قد الاعداد 4 و4 يعني شنو 1 2 3 4 هذي 4 وهنا الواحد يعني هذي الواحد واحد والاربعة بعد شنية الواحد والاربعة هسا نجذرهن ها هسا شي يقول لي يقول لي المثل الزوجين المرتبين بين الواحد والصفر وبين الاربعة شنهن هنا بيناتهن شنية ال3 اذا اذا شنو اي يساوي الناس 4 وبي يساوي الناس 3 و سي شبيهة سي ما عدها مجهولة اطبق على القانون سي تربيع يساوي نه اي تربيع زائد بي تربيع يساوي نه سي يساوي نه اي تربيع اربعة اربعة في اربعة ست عشر زائد و ثلاثة تربيحة تسعة سي يساوي نه جذر 25 و يساوي نه خمسة طلعنا شوفوا يوم احنا من مثله على مستقيم الاعداد فهنا يريد المستوى الاحداثي فرح يصير الاربعة ويا من ويا الاربعة يعني سا مثلا هاي اربعة واحد اتنين ثلاثة اربعة اذا هاي اربعة واربعة وهنا الواحد اذا نسوي شي يصير وثلث زي خلصنا من عنده وقد سؤال السادس حل المعادلة التالية باستعمال الجمع والطرح مطينا اربعة اكس ناقص عشرة وثلاثة اكس زائد عشرين يلا عيني شلون احل هذا هذا شلون احل اخلي الاكسات بجهة والاعداد بجهة اقول الاربعة هي ثلاثة اكس مننقل نقص ثلاثة اكس يساوي انه عشرين سالب عشرة منن نقص يصير زائد عشرة اربعة اكس وناقص ثلاثة اكس يساوي انه عشرين زائد عشرة ثلاث اكس يساوي انه ثلاث هيعيني نموذج اسئلة طالباتي اليوم امتحنوا بيها ان شاء الله تستفادون من عدها اللي ما ممتحن رياضيات ثاني متوسط راح اخليكم شوي خاطر راح اشرهاني على المنتدى وعالكليجرام حتى تستفادون من عدها تكتبوها والحليمكم حتى كاتباني المرشحات نزلت يعني كأنه مثلها مثل هذا المرشحات وان شاء الله التوفيق